A B C D مربع مركز هو أنشئ النقطة E صورة النقطة A بالإزاحة التي تحاول O إلى B بأنشئ النقطة F صورة النقطة D بالإزاحة ذات المتجهة بA بيين أن النقطة E و A و F مستقيمة A B C D مربع مركز هو أحنا نرسم المربع A B C D المركز O يعني قطرة A C B D يتقاطع في النقطة O اللي هي المنتصف O B تساوي O D O A تساوي O C أنشئ النقطة E صورة النقطة A بالإزاحة التي تحاول O إلى B شنو المعنى أنشئ النقطة E صورة النقطة A بالإزاحة التي تحاول O إلى B بينما بالإزاحة ذات المتجهة شنو هي تحاول O إلى B يعني المتجهة O B المتجهة O B هي هذه بمعنى نحن نريد أن نرسم متوازي الأضلع إذن النقطة E ستكون هنا إذن نرسم متوازي الأضلع بحيث A B متوازي الأضلع نقطة E هي هذه البنصة أنشئ النقطة F صورة النقطة D بالإزاحة ذات المتجهة بـ A الإزاحة المتجهة بـ A هي هذه إذن نرسم النقطة F إذن النقطة F ستكون هنا في اليسار بحيث D F يوازي بـ A و D F يساوي بـ A المسافة إذن F ستكون هنا في اليسار السؤال يبين أن النقطة E و A و F مستقيمة نحن حسب الشكل ربين متقيمة ولكن كي نبينه بالطريقة المتجهة يجب أن نلقى علاقة يجب أن نلقى علاقة إما نلقى مثلا 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 F كتساوي مثلا K واحد العدد مثلا F كتساوي K A F مثلا أو K F A أو نساوي مثلا نلقى مثلا A F كتساوي مثلا واحد العدد في A E مثلا إذن خصنا ولكن يخص دائما ستكون لدينا واحد نقطة مشتركة في المتجهتين متجهة مثلا A F كA E عندهم نقطة A هنا في اللغو يقول لكم E F تساوي مثلا K A F إذن كان F إذن خصنا نبينه وكي نبينه سنستعمل المعلومات للتمرين لدينا مركز المربع A B C D وكي نبينه جيد تساوي A E المعنى ديالها بأن B O تساوي A B O إلى قلبنا راب B O رهي A A ولدينا B A تساوي D F علاشي أن عندنا النقطة F هي صورة النقطة D بالإزاحة ذات المتجهة B بمعنى أن B A تساوي لنا D F B A تساوي D F إذن إذا كانت B A تساوي D F عندنا هذا B A تساوي D F رأي معنى ديالها بأن B A F D متوازي الأضلاع بمعنى أن هذا المتجهة B تساوي المتجهة A F بمعنى أن يكون عندنا شيء متوازي الأضلاع مثلا A B مثلا C D مثلا وقلنا رأ مثلا C هي صورة النقطة D بالإزاحة ذات المتجهة A B معنى أن A B تساوي D C ولكن عاو التاني عندنا A D تساوي B C رأ ماشي غير A B تساوي D C و A D تساوي B C في هذا المثال رأ عندنا B A المتجهة B A تساوي المتجهة D لأن F هي صورة النقطة D بالإزاحة ذات المتجهة B A بمعنى أن B A F D متوازي هذا يعني أن المتجهة A تساوي المتجهة B لاحظوا جيدا عندنا B O B O هذه هي استنتاج واحد استنتاج جوج لستنتاج لات عندنا B O تساوي واحد على جوج B و B O شنو هي O A يعني A سنعود B O إذن O A تساوي واحد على جوج B وهذه B شنو هي A F إذن من واحد وجوج ثلاثة نستنتاج أن A المتجهة تساوي واحد على جوج المتجه A F لاحظوا جيدا المتجهة في الطرف الأيصر فيها نقطة A المتجهة لكن في الطرف الأيمن فيها النقطة A هي مشتركة إذن نستنتج أن النقطة A و A و F مستقيمة إذن النقطة A و A و F مستقيمة أ تساوي واحد على جوج A فالمعنى ديالها بأن A F تساوي 2 A مستقيمة